اشتركوا في القناة مر فرانسيس بالتحديد عن نشيد المخلوقات اللي اليوم منطلقين منه وحكيين بموسم الخليقة مع مجلس كنائس الشرق الاوسط مع مر فرانسيس نرجع لحالة قدم الاول فرانسيس بنعمة الرب بلغ انه يكون الاخ الكوني والشامل كلمة هيك بقول كون مسبحا ربي لاجل اختنا الشمس التي تحملوا اشارة ان اليك ايها العليه وبيكمل بهالنشيد اللي كتبه بوقت هو صار اعمى امليه على خيو ليون باخر سنتين من حياته وكان نشيد بعبر عن المصالحة الكونية نحن نعرف بحسب الكتاب المقدم المقدس بسفر التكوين الانسان بخطيطه كمن صار عنده جرح بعليقته مع الخليقة منشوف انه فعلا المصالحة يلي اتم الرب يصع على الصليب اتحققت بالكنيسة وتبينت حقيقتها بشخصيات بقلب الكنيسة وبابرزن الديس مر فرانسيس الاسيزي روحانية مر فرانسيس روحانية شمولية ورحانية ثورجية لانه هي خلقت نمط جديد بقلب الكنيسة كنا نحن نعرف لحد لبلوغ يعني يامر فرانسيس تال الف ومئتين واربع خمسة لما اخد الانون كانت كل الاوانين يلي هي موجودة بقلب الكنيسة اوانين دايرية يعني فيه مونستير متوحدين بعيشوا باديارهم ومكتفين ذاتيا عن العالم ما فيه رسالة وما فيه علاقة مع المجتمع ومع الناس مر فرانسيس من خلال تأمله بكلمة الرب بيسمع نداء الانجيل عم بقول لا تحمله لطريق شيئا هون بعيد الرسل بيصرخ بقول هاي دي هي رغبة قلبي هون فرانسيس كان متبع نمط نسكة صحيح كان عايش لوحده ما انه فيت على احد الاديار مع انه قصد دير السام مرنبارك بيقول هاي دي هي رغبة قلبي وبينطلق برسالته باتجاه المجتمع باتجاه الاكتر فقرا باتجاه الكنائس اللي كانت مهمشة ومتروكة وهون بلش يستقطب اصدقاء لالو صاروا فيما بعد اخوة بيرجع بال1209 بياخد الازن كانون لرهبنته وبيكون اول رهبنة رسولية فاذا ميزة فرانسيس عن سائر الروحانيات او النمط الجديد اللي اعطاه بالكنيسة انه هو رهبنة رسولية وهي بالاساس منها رهبنة اكليركية هي رهبنة اخوة شو الفرق ابونا بين الاتنين رهبنة اخوة ورهبنة اكليركية رهبنة الاكليركية بتملي تنشئه والهدف منها انه يكون الشخص اللي بينتمل لها الرهبنة كاهن نعم بينما برهبنة الاخوة والاصاغر الاساس هو يكون اخ فرانسيس كرميل هيك بالاساس بقول انا ما بدي يكون كاهن فرانسيس طلب منه انه يكون شماس يعني ياخد درجة اكليركية بهدف الانون الكنسة تيكون خادم لرهبنته فالمعنى كمان بجوهر الاخوة هو المعنى الانجيلي لا تدعو احدا ابا او معلما او مرشدا انتو عندكم معلم واحد ورب واحد هو الرب يسوع وكلكم لبعض كون اخوة فهو من هيدا المنطلق عم يتعاضد مع كلئة الانسانية مع كلئة البشرية ما نبش على طبقية معينة وكان يرفض من هون كنت عم قول انه خلق ثورة يرفض الطبقية هو اللي ترك العز والجائه والغنى صحيح وعاش الفقر يعني فرنسيس ترك كان من عائلة برجوزية نعم برجوزية لانه هي من المجتمع يلي اسس للبلديات مجتمع كان صار كتير غنى بفوق بغنين نبلة بس تيتر او عنوان النبلة هو جاية لانه فيه ارث تاريخي عند النبلة هن من الاصل الاسرياء وعاطين هالعنوان لقلهم البرجوزيين فاقوا النبلة بمطارح بغنىهم وبيترو برناردوني اللي هو بيو لمر فرنسيس بقولوا كان عنده املاك شاسعة على طريق السيزي روما عنده املاك لا تحصى لهالدرجة ففرنسيس ترك كلها الغنى واتبع يسوع الفقير والمصطوب من ناحية لانه تأثر بالفقرة يلي كانوا يدقوا على متجر بيو ويطلبوا حسنه من ناحية تاني لانه التقى بالرب يسوع من خلال الابرس يلي عانقه ومن ناحية تالتي لانه التقى بالرب يسوع الفقير والمصطوب بسانداميا بكنيسة سانداميا يلي بلش بترميمة مع كنيسة سيدة الملايكة وكنيسة مربوترس هالكنائس الصغير يلي كانت بضواحي اسيزي لما التقى بالرب التقى فيه كفقير ومصطوب فاختباره للرب تعرف على انه هو يلي اخد طبيعتنا الضعيفة الهشة الخاطية اخده على عاتقه من هون قيمة الفقر عند مار فرانسيس كرميل هيك بيقول عن فضيلة الفقر هي طريقنا التي تقود الى ارض الاحياء يعني الى الملكوت اليوم الفقراء بيفكروا بغير طريقة الفقراء بيعتبروا حالهم هن دون الناس هن مرزولين هن كمان يمكن الرب مش عم يلتفت فيهم هيدا تفكير الفقير اليوم اللي عم يشتكوا بان يوميا من وجعوا من حاجته للأسف تحديد مفهوم الفقر ما تفضلت وقلت دايما منربطه بالمادة نعم يعني اذا انا ما عندي مديات او ما بكفي حاجاتي انا صرت فقير بس اذا كل انسان بيتأمل بحقيقة ذاته حتى لو كان اسر اسرية العالم هو فقير فقير قدام الموت فقير قدام الحقيقة لانه نحنا وجودنا وقيمتنا منى من ذاتنا ولا هي بالممتلكات اللي احنا من نبش عليهم تنعطي ايميل لذاتنا وموقع ومقام بقلب المجتمع قيمتنا بمعرفتنا لحقيقتنا بعلاقتنا مع الرب وهذا اللي اكتشفه فرنسيس كرميل هيك حد الفقر بروحانيته في شي تاني اسمه الاصغرية الاصغرية يعني اخر مستوى بالمجتمع انا اصغر مدون وهذا المدون الرب نظر لاله الرب حبه وكان واسق بمحبة الله فاذا فرنسيس كان فقير ماديا فقير بكل قدراته ولكن غني بموهبة الروح وغني بنظرة الله عارف انه هو محبوب من الله مكتفي بهذا النظرة يعني هم انه بحاجة تا يملك هو لانه صار صار كائن بحد ذاته بنظر الله وهذا يلي خليه يفرح باصغريته وبفقره وبتواضع يعني هيك كمان عم الفكر اليوم انتو بالاخوة الاصاغر يعني الاخوة الاصاغر هالتسمية اطلقته مكملة معكن ملزمتكن ملزمتكن حياتكن اليومية بتردكن لعنوذوركن بتحسسكن انه عن جد لازم نكون عم نسلك هذا الدرب على خطة فرانسيس الاسيزي كتير مهم العنوان وهوية الرهبنة متل ما تفضلت وقلت بس بيكفي يعني ان احنا مدعوين كل حدا منا نرجع لجوهر هويتنا نحنا بشرة وقدم ننسى معنى هالتسمية الكبيرة لانه فرانسيس لما اختار هادا الاسم بيقول انا ما بدي لاختي مقامات بقلب الكنيسة ولا بقلب المجتمع وكان دعوته نكون مع افكار فقراء العالم هلأ هون بيبقى السؤال نحنا وانا نعم هادك تنحكي ذاتنا بالحقيقة هل نحنا تنحكي واقع اليوم ابونا مية بالمية انتو فعلا اخوي اصاغر نحنا نسعى تنكون نحنا بقلب هادا المجتمع عم نعب مطرح معين بمحدوديتنا وبإمكانيتنا فيها وقت اجتهدات جماعية كاخوة وفيها وقت اجتهدات فردية تنقدر نحقق هادا الهوية بس كروحانية او كفكرة بحد زيتا هي بتضعنا قدام كلك مع كل شخص انه اعرف وين انا بعليقتي معه مع الفقير مع الغنة مع مين مكان كيف بدأتعاطي معه بروح الانجيل متل ما فرانسيس اختبر الرب ومتل ما اراد انه يعكسه بقلب العالم اذا منطلع برسالتنا على مستوى العالم كرهبة نكبوشية منلاقي فيه كتير ابعيد من الرسالة فيه رسالة مع الاكتر فقرا بافريقيا بامريكا اللاتينية حتى اليوم بلشنا برسالة بالامازون عم تتأسس تنروح للمجتمعات القديمة بقلب تراثة وتقريدة نكون نحن عم نخدمها نعم قديش فيه من مشقات ومصاعب بتواجهكن بقلب الرسالة وبكل العالم وبكل المجتمعات بالعادة الريس العيم او خادم الرهبن منقله مش ريس تعريف نستخد مكرمين الناس تعرف بحطنا شوية باجواء العالم شو عم بيصير فيها من نشاطات دائما فيه بكل سقافة وبكل مجتمع معين فيه صعوبات وتحديات اليوم عنا باوروبا الفكر العالمي والعلماني هو يلي كمان بحطنا بصعوبة وكمان هون بيعبر عن نوع فقر تاني يمكن منه فقر مادة انما فقر على مستوى الايام المبادئ الاسس السقافة الروحانية كلها ودي فدائما بكل دائما التجربة وين احنا بنختبرها بقلب وقعنا الشخص فبكل واقع فيه له تجاربه الخاصة ما فيه واحد يعطي تسمية عامة لكل شي فيه يفهم كل واقع كل اخوة كل رسالة للرهبنة بصعوباتها وبتحدياتها بكل بيئة معينة نعم بعد اليوم فرانسيس الأستيزي بيجذب بعده مصدر جذب لاكتار من الاشخاص يتكرسوا على مثاله مار فرانسيس مميز انه هو تطلع حتى من كادر وإطار الكنيسة يعني منشوفه برات الكنيسة الكاتولكية مكرم نعم ان كان عند الكنيسة الارتدوكسية عند الجماعات البروتستانتية المسيحية عند الناس يلي بيحبوا الطبيعة والخليقة بيشوفوا فيه سامبول بيشوفوا فيه رمز معينة لك تسابها الشمولية لك تسابها الشمولية ربنا اعطاه هيد النعمة من ناحية والتاني شي الاطار التاريخي اللي عايش فيه وخبرته المتنوعة اذا منجي منشوف هو بلش خبرة صغيرة بأسيزة مع الابرس انطلقت تكون مرسل على بكل اوروبا من بعدها كان عنده الرغبة الكبيرة ان يكون شهيد من اجل المسيح حاول ان يروح على المغرب وبعدين رجع على الشرق والتقى بالسلطان الكامل بكل محطة اللي هني بيكونوا ابعاد او خطوط من روحانيته منكتشف ميزة خاصة بتحكي واقع اليوم يعني منحكي اليوم عن حوار الاديان نعم فرنسيسيا اللي انطلق تيبشر السلطان الايوب الكامل بمصر عله انه بيرجع على الايمان وبيكتشف محبة المسيح فالشغف بالرسالة من ناحية الشغف بالحوار وقبول الاخر وحتى اخذ منه التسبيح لله يعني طلع بسقفة الاخر المختلف واجاب شي منه مش انه قال هالناس ما ما بتسوى حتى كمان بيحكي بالانون بالفصل الاخير عن نوعية الرسالة ببعدين من ناحية انا بعلن الكلمة جهارة بايمان بالسلوس الاقدس والرب يسوع المخلص الفادي ومن ناحية تانية فيه ما احكي ولك المعيش مع الناس بأصغرية بخضوع بطواضع بيقول حتى بديكون طيع لاخر المخلوقات لكل المخلوقات يعني هالطواعية بتسليمه للمشيئة الالهية لانه اكتشف انه المشيئة الالهية والله بزيته هو محبة كرميل هيك بتسبيح لله بيقول انت الحب والمحبة انت التواضع انت الجمال انت الخير الاسمى انت الصلاح انت سروتنا بالقدر الكافي بيقول كتير من الصفات يلي منشوفها بالاسلام اسماء الله الحسنى بيحكيها كلها عن جمالية الله يلي اختبره بحياته ويلي عيشه بيسوع حتى انه انطبعت سمية المسيح بشخصه فاذا فيه واجه من الحوار مع الاديان فرانسيس نطبع فيه هذا الانفتاح يعني اللي بيودي دايما للمصالحة للحب والسلام عم بكل الاماكن صحيح يعني اذا منطلع برسالته لفرانسيس هو ما كان عم بهدفه يبشر الناس بعيش الفقر نعم بس كي عم بقول انا بفقري محبوب من الله انت الفقير تعزى لانه يسوع قالك طوبة للفقراء فانا لهم ملكوت السماوات افراح بهيدا الفقر ياللي بتريد كل خير فيه للرب وكان كل هدف رسالته من البداية نشر السلام والمصالح مش كان عم بيرسم نمط زهدة وتقشفة لانه اوقات بمفهومنا بمعنى الزهد بيعني انه انا اترك العالم ما اهتم بشؤون العالم بينما فرانسيس اهتم بال اكتر فقراء بالبرس خدمهم اهتم بالفقراء طلب من اخوته اذا كانوا عم يقتنوا المال مش لقالهم للاخوة المرضى ولا الاكتر فقراء اليوم انتو كرهبانية بتقتنوا اموال ولا كل اموالكم بتنصرف لخدمة الفقراء نحن كرهبانية من بعد المجمع الفاتيكان التاني مع البابا بولوس السادس بيطلب من كل الرهبانية الحفات ياللي هن الرهبان الكابوشية الفرانسيسكان دايريجين ياللي اسسهم مر فرانسيس كمؤسس للاخوة الاصاغر كل العائل الفرانسيس اللي بينتموا لقلو عندك كمان رهبانة عبدالأحد سان دومينيك ياللي هي تعتبر رهبانة حفات والاخوة الوعاز وعندك كمان رهبانة الكارمل الحفات كل هالرهبانات كانت ما قبل المجمع الفاتيكان التاني ما بتملك مهما ما بعد المجمع الفاتيكان التاني ايه اللي يحب يحق للرهبانات بالامتلك بس يعود كل الملك للكنيسة وبيعود الى الحق الانونيا وشرعا بالتصرف فيها مهما نحنا المبدأ العام اللي من منطلق فيه او منتنشأ على بيه بالمقتنيات او بيامتلكنا لكل الامور هو لومينيموم نسسير يعني انا حاجة الضرورية فقط لا غير لا اكتر ولا اقل من هيدا المنطلق منحاول نعيش باخواتنا بالقدر الممكن هلأ اوقات بتكون الشغلة بتروح على مستوى الافراد بحسب هن اداش مشبعين من روحمر فرنسيس اوقات بتطلع عن نمطة الانسان بيعيش بحسب طريقة بتفكيره او عاداته وتربيته بترجع بتظهر فيه من ناحية تانية تما نكون عم نحكي مصر بمطرح ما بس الروحانية بتوجهها هي انه كون متمر فرنسيس كان فرنسيس المبدأ تبعه بالفقر اتشبه بالاكتر فقرا يعني اذا اليوم انا بدي اكل بدي البس بدي اسأل حالة هل الفقير متوفرين عنده هالامور يعني هون السؤال اللي كان يطرحوا فرنسيس على حاله وبيقولوا بيسير حياته كان غار لما بيشوف حدا اكتر منه فقرا فدايما تمن نقاف عند المصل روحانية مار فرنسيس فرنسيس ما فينا ان احنا نكون كلنا فرنسيس بس فينا نشبع من روحانيته بتغنينا ان نكون احرار داخليا ونعيش بسلام ونظهر شهادة حقيقية بقلب المجتمع اليوم ابونا عم نحكي عن الحفات حفات الاقدام يعني قدي هايدي الشغل اليوم كمانة بتخليك متمسك وبندر الفقر الي ندرته وهالطاعة وهالخدمة الدايمة بالرغم من انه الانسان اليوم من الصعب يقدر يكون حاف القدمين يمشي على الارض بهذا الشكل دائما نحنا لما بننفهم روحانية معينة بننرجع على الاطار تأسيس تبعها نعم لما نحنا عم نرجع على الكورون الوسطى يعني مار فرنسيس يلي ولد 1181 بداية 82 ويلي توفى سنة 1226 لما هو كان تاجر اقمش لما منشوف كانت انواع الاقمش شو هي واحد لما نشوف اللباس شو هو كيف كانوا ينتعلوا باجريهم يعني اليوم ما كان في كمية بطاة نعم فرنسيس من ناحية عم تشبه بياسوع على المستوى الحرفي كان هلقدم مغروم بياسوع حابب لدرجة بين هلالين انه يقلدوا راح بكل ابعاد حياتهم وانا بدي عيش لها الجزرية المعينة من ناحية تاني كان المجتمع تكون فقير بدي اتشبه بالفقر اللي الموجودين بالمجتمع من هون اجاب الانون بيقول يلي بيقدروا انه ما ينتعلوا آآ آآ صبابيت بيلبسوا صندال وعندهم الصحة الكافية بيكونوا حفات لغاية اليوم هلأ هيدا القنون اللي بيفسر القنون اليوم هي الرسوم الرسوم بتعمل تقوين للرحانية بقلب اليوم يعني اليوم انا مش مش مفروض اذا بدي قلبه ثبوت روح اشتري اخر افضل 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 انواع نعم بقدر اشتري الابسط برجع بروح لمنطق الاكتر فقرا الناس كيف عم بتعيش بالفقر لانه في خطر بهذا الموضوع انه منروح بروحانية مزيفة انه اه اذا لابس صندال او عم يتكشف هو صار بروحانية متسامية اذا منطلع بغير او حتى منطلع ببادربيو يلي هو بينتمي للرهبان الكبوشية منشوفه لابس الكنزة تحت طوب واضحة بكل بكل صوره يعني بتبين صحيح لابس حتى بمطارح الكلسات كان ما بيقدر يحتمل الساعة يلي هو كمان ابن مار فرانسيس يلي هو عيش روحانية مار فرانسيس بس مش بالمعنى الحرفة لعيش الروحانية بجعبقول شو الغية من العمل اللي انا بدأ اعمله غية مار فرانسيس الفقر اذا بنا ننخذه بروحانية يوحانا للصديب قال له شيء انه ما بتمسك بشيء لا بياراتي ولا بممتلكاتي معينة ولا بيتطلعاتي كل يلي بتطلع فيه انه بتمسك بيسوع يسوع الفقير والمسلوب هذا بجوهر الفقر لما انا بتمسك بقالله بيغتني فيه بيعطيني نعمة السلام الداخلي والفرح والامتنان وهو ديالي الانسان اوقاتي بيس عليهم بالممتلكات تيكونوا راضي ذاته بينما لما بتعلق بيسوع هو بيغنيني بالجوهر من هون جوهر الفقر مش انه كون متزمت لانه بايام مار فرانسيس كان فيه حركات كتير كتير بقلب الكنيسة عندك ضد الكنيسة حركات متطرفة ان كانت ضد او معه صحيح عندك الكتار والبلديين والقلبجيين يلي الكتار مطلعا كانوا اكتر تقشفا واكتر فقرا واكتر زهدا بس كان الفكر اللي هو تخاطئ هن ضد الكنيسة وكانت نظرتهم لمعنى الحياة وللحياة الروحية جد مختلفة وما عطوا سمار حيط كانوا ينظروا الكنيسة انه هي باب الكبرى بوقتها بينما فرانسيس شايف انه بالكنيسة فيه خطأ كانت هرامية الكنيسة وما زالت بهراميتها اجا قيل انه انا اصغر اخ اصغر خادم طيع متل طاعة الجبتة وين بحطوني بكون بس انا بخدمة الاسرار المؤدسة بقلب الكنيسة بخدمة الامانية اللي يسوع اعطاها لها الكنيسة فبيقول بوسيطه الاخيرة الكهنة السيادنا لانه بيقول ما بقدر شوف في يسوع المسيح الا جسده ودمه اللي بيعطوني ايهن الكهنة فكان عنده اكرام للكهنة حتى لو كانوا اكبر الخطأة من هوم نشوف الداية تعرف على يسوع يسوع الحب الخاطئ والزينة والعشار والكنيسة هي ببعدها هي مجموعة ناس خطأة واولا انا واثنين هي مؤلها بالنعم الالهي وبامانة الله اللي اقتمنى على حضوره وعلى الاسرار المؤدسة اليوم حكينا عن هالرهبنات اللي نشأت على اسم فرنسيس في الرهبن التالتي كمان الرهبن العلمانية الفرنسيسية صحيح يعني كمان شو دورة بالمجتمع انتو رسل موجودين هل هن كمان بيشبهوكن عندن نذور تشبه نذوركن بوضح لانه يمكن الحديث ما انه كتير واضح فرنسيس اسس رهبنة الاخ والاصاغر نعم وباخر حياته بلشت الرهبنة تعيش نوع من نزاع وصراع ضمن خطين خط الامانة للمؤسس يعني ما منمتلك اي شي بالمرة وخط بدون اديار لانه كانت الرهبنة بلغت عدد خمسة الاف اخ وكانوا عم بقولوا ما فينا الا ما يكون عندنا اماكن نقويل اقلع نعم من هون مع الزمن صار في عنا عدة رهبنات تتبع ماري فرنسيس نعم الاخوة الدايريين يلي بدون اديار وعنا الاخوة الاصاغر يلي بنسمين المحافظين وكانوا باعداد كبيرة كان كل حدا حابه بيأسس مثلا يلي هو كان مرشدة الروحة بمرحلة من المراحل لتيريز الافلية هو من احد المؤسسي خط معين من الاخوة الاصاغر بيجي البابا لوون العشر بيقول بنا نعمل وحدة لكل الاخوة الاصاغر بيجمع كلها الاخوة المحافظين بيعملن رهبنة لهم خادم عام عليهم والاخوة الدايريين رهبن عليها خادم وبعد فترة وجيزة بيطلعوا الاخوة الاصاغر الكبوشيين يعني بالالف وخمسمية وخمسة وثلاثين من الاخوة المحافظين بيلتجوا فترة صغيرة لعند الاخوة الدايريين آآ روحية والمعنى يلي بيعنيه فرانسيس بالانو. وانطلقت رهبنت اخو الاصاغي الكابوشيين بالالف خمسمية وتمينة وتلاتين. اعطيه لازن كنسيا. واعطى نعم لها الرهبن الرب انه آآ طلع منا اديسين باول طلعته. اول اديس عنا. اليوم الرهبن في اكتر من تمنتعشر اديس. يمكن الاكتر معروفين بادري بيو ليوبولد بانديش. هون معروف عنا ابو نيعقوب وهلا اخوتنا اتنين توما وليونار. نعم. عم نحكي هون عن الاخوة الرجلية. عن الرهبن الرجلية. وفي كمان رهبنة طلعت مثل البرونكس بآآ بامريكا بنيويورك. آآ كمان رجعوا طلعوا من الكابوشية ورجعوا شوية اكتر لروحي آآ روحانية مار فرانسيس بخدمة ال اكتر فقرا دروغي وكل هالاشخاص يلي بيتعاطوا ومدمنين. عنا رهبنين نسائية. من سامية الرهبن التانية. يلي اسسها فرانسيس مع الاديس كلارا. نعم. واستقبلها بداير سان داميا. يلي كان عمره وكان اجيته الرؤية انه راح يكون هيدا الدير يعطي آآ يزخر بالاديسات وكانت كلارا. فازن هني بيطبعوا نمط كانت كلارا عندها رغبة تكون متل فرانسيس بقلب العالم. كانت الكنيسة مغلقة باسنائها منها حابة تنفتح ونساء. فاعطوها بقلب روحانية مار فرانسيس خصوصية الفقر. يعني الداير تبعها هو محدود بالمكان. ما انه كتير واسع. يعني ما في اكتفاق ذاتي بخلاف الاديار الاخرى من ناحية واتنين بتعتاش من الشحادة. مهم. يعني الرهبان يلي الاخوة الاصاغر. يا بيشحدوا بيجيبولهم لخياتهم الرهبات. او الناس بتجي بتقدم للرهبات اكلهم وشربهم. مهم. الرهبات ما بيروحوا لعند الناس يعني. ما بيروحوا. هني محصنات. مهم. وعم بعيشوا آآ حاطين زيتهم تحت العينيه الالهية بالصلاة والتأشف والصوم والصهر. حاطين كل حياتهم. بروحانية فرانسيس. بروحانية فرانسيس بالمعنى الفقر. بنظرتهم للخليقة. تسبيح الرب. نظرتهم لمحبة الله يلي بيقول احب اه احبة شي للرب هو فقر الانسان. مهم. هيدا اللي احنا بنرفضه فينا. الله اكتشفه فيه. مهم. فرانسيس اكتشف هالنعمة انه الله بحبنا بفقرنا. مش طالب شي. وهيدا يلي كمان رجعت تبلور بروحانية اخرى. ان كان مع آآ يلي اعلن آآ من من فترة قريبة. لديس شارل دوفوكو. وعندي كمان سان تاريس دولان فان جيزيو. يلي الطفول الروحية هي انه انا ببساطة باصغريتي بضعفة الرب يحبني. مهم. يلي هي النعمة نفسة اللي اعطيت لفرانسيس. بس بيكادر مختلف بالتاريخ بالزمان والبكان. عنا الرهبن التالتي اشخاص كتار انجزبوا لمر فرانسيس بحياته. وحبوا انه يطبعوا نمطه. نعم. اكتشف فرانسيس انه مش كل الاشخاص قادرين يعيشوا نمط حيات رهبنية. وبنا نحنا بعدنا بخلفية كورون الوسطى. وهون مشوف تطور فرانسيس الرؤية والروحاني. لانه ميزة فرانسيس انه انت بتتقدس ايه بالكاريزما طبعك. بالمواهب طبعك. بالاطار والمكان والزمانة اللي انت موجودة فيه. فمن هون اسس رهبن الرهبن التالتي. انه انتو بعيالكن بمجتمعكن بالمكان المتواجد فيه. مش بالضرورة تعمل انجزات او تكون راهب. لانه لمبارح وبعد شوية صغير بمجتمعنا بقلب حياة الكنيسة الصورة الميسرية الاكتر والنموذجية انك تكون راهبة او انك تكون راهب. نعم. فرانسيس لأ انت كون ليسوع مطرح ما انت حقق مواهبك واقدوراتك بتكون عم بتتقدس وتقدس المجتمع والمجتمع بحاجة لك. من هون اجت الرهبن التالتي العلمينية. تا يقدس المجتمع. تا يقول انه انا متضامن. طيب ازا كنا كلنا بالاديار. ومين بديو يخدم بقلب العالم? من هون اجت الرهبن التالتي. وكان اول المؤسسين مار فرانسيس. وكمان عبد الاحد. الاديس عبد الاحد. كمان عمل رهبن التالتي. ومن هون اجت فكرة وجود رهبن التالتي علمينية بتتبع روحانية فرانسيس. والرهبن التالتي العلمينية كانت تضم حتى كهنة. مهم. وصاقفة منشوف اه بتاريخ الرهبن التالتي في كتير من البابوات كانوا بنتموا للرهبن التالتي. مثل اه عن حتى من الاديسين اه او الكهنة. عنا نعم. كان بنتموا للرهبن التالتي. نعم. يعني اه بلشوا وانتقلوا لحيات تانية يعني بالتكرس. كانوا اه بها البعضين. نعم. يا انه يكون بلش بالرهبن التالتي ونقل لتكرسه. او راح رجال عدين. او بقلل بتكرسه. يحب انه ينضم للرهبن التالتي طي يغتنم الروحانية مار فرانسيس. ويعيشها الروحانية. اه. من اه. كنت سألت سؤالك هل الرهبن التالتي هي عند النزور نفسه? نعم. اه اكيد النزور الرهبنية انونيا بالكنيسة الى اه امتها ومعنها اللي ترجي الخاص فيها. بينما في نزور خاصة بالرهبن التالتي تعني التكرس العلماني. اه. هو الهدف نحن بنعرف اليوم مع الليهوتيين المعاصرين اه مع المعلمي الكتاب المؤدس انه المشهورات الانجلية الطاعة والفقر والعفة هن مشهورات انجلية. هي بتعني كل مسيحة. ما بتعني فقط الراهب. نعم. بكلمة الراهب بتعني الراهبة يلي هرب بمعنى ما من العالم تيكون اه متوحد ومتجه الصوب الرب. بينما اه نحن كلنا مدعوين. من خلال عيشنا للمشهورات الانجلية انه نقدس العالم ونكون بكليتنا للرب. فهون اه هن بعيشو الكاريزما تبعن ضمن القطر الاجتماعية الموجودين فيها بيامنت بيامنتهم للكنيسة وبيامنتهم اه امنتهم لروحانية مار فرانسيس. مدنا نعيدكن ونقلكن اه الرب يبارك دايما ويكون في اه دعوات جديدة تنضم لقلكن وتمشي على خطة مار فرانسيس تعرف كيف تنشر السلام ويكون فيه مصالحة دائمة ويكون فيه تسبيح وتمجيد لأسم الله حتى نكون عن جد هالأغنياء بالرغم من كل الفقر اللي منعيشوا بالمادة وبالدني بس نكون نحن أغنياء بالله أنا بدي أشكرك أبونا شرب الجزء على حضورك معي اليوم واتمني لك عيد مبارك عيد مار فرانسيس على كل الناس اليوم ولكل اللي حملين اسمه شكرا أبونا مرسي لأستدفتكم اليوم خلصت حلقتنا منودعكن ومنقلكن إلى اللقاء ويكون هوانا هواكن بكرة مع ضيوف جديدة بنضموا لألنا دايما من إزاع صوت المحبة ومن تلفزيون المحبة شكر كتير كبير لكل فريق العمل اللي وصلنا بالصوت والصورة لألكن إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر